لكريم الكراميل بالبسكوت والشوكولاتة سنحتاج لثلاثة كواب من الحليب السائل ضرفين من الكريم الكراميل معلقتين كبار من سكر الأسرة علبة إشطاء كوب بسكوت شاي مطحون ونص كوب شوكولاتة دهين طبعاً للتزيين الآن لهذه الوصفة الكريم الكراميل كلنا نحبه ونعمله بكثير طرق دعنا نعدل عليه قليلاً ونعمله بوصفة مميزة ومختلفة قليلاً لدي ثلاثة كواب من الحليب تقريباً كوبين بعدين الكريم الكراميل لما نعمل من الأول للآخر كثير طعمته بتفرق أنا الجاهز صح بس بهذه الوصفة أنا مستخدمك جاهز كنت أعمله أنا أعملت له مياه قبل بكيف نعمله بس كمان برضو أنك إليك لمساتك هلأ هاي مختلفة تماماً على الكريم الكراميل العادي هلأ أنا عندي مغلفين من الكريم الكراميل العاديين الموجودين بالبكيتات جبتهم رح أحطهم على ثلاثة أكواب طبعاً ما تعملوا الكريم الكراميل على المقدار الموجود على البكيت هاي الوصفة مختلفة مختلفة هاي الوصفة أنت اللي عامدتها تختلف عن وصفة البكيتات بالضبط عندي الكريم الكراميل إذان على ثلاثة كواب بكيتين عندي على ثلاثة كواب من الحليب مع لقتين كبار من السكر نحطنا لقتين كبار انا ما حطت الكوب الثالث من الحليب نحط شوي لانه بدي احرك فيهم هل عندي انا بسكوت وعندي اشطاف مجرد بيبلش القوام يسخن شوي رح اضيف البسكوت والاشطاف فبتحبي تحركي اه بحب احرك هل لو ما بتحبي والله رح تحركي فش محرب يعني عارفة القالب رح استخدمه اليوم انا مستخدمي هذا القالب اللي هو عملنا فيه الكبز التوست عملنا فيه كيكات لبهارات عملنا كتير فيه انواع فاجبه من عند محلات الادوات المنزلية وعندي السكر المحروق الموجود اريدي بالبكيت رح اضيفه على القالب بحبه انا هذا السكر اه اسمعي وبيدوب بسرعة اه وما بتخافي ما وزعتي ووزعتي ما بتخافي خلاص بتحطي وهو بس تحطي الاشي السخن عليه بيدوب وبياخد كل الحجم هاي الوصفة كله هاته نشوفي قدي سهله انتهت بس قدي منظرها هلا بس اوارجينهم اياها خليني خلاني منفرده بالمعلقة مراكزي انا كتير مع امتياز اذا لاحظت وراحة وان جاي خلانيك نساعده انه ينفرد شوي اذا ما نفرده كتير عادي ماتق له مجرد ما نحط الكريم كراميل للسخن رح الامور تكون ممتازة تمام لانه بدون على السريع يسخن عنا هنا رح نضيف كوب من السكر المطحون اي نوع بسكوت موجود عنا بسكوت اه انت حكيت سكر فأنا اسفردها لا اي نوع بسكوت من الموجود عنا رح نضيف تقريبا علبة اشتاة واحدة انا دايما بزيد هيك شوي الكميات ومننحركه لا حتى يصير القوام عنا سميك رح يبين سميك زي كيف قوام المهلبية يا حنيل اوكا نفس الاشي نفس القوام بالضبط نفس القوام خلينا وانتي عم تشتغلي اجيب اللي بالتلاجة طبعا تتعب حلوة تشموا معي ريحته حلوة منظره حلو ولونه بطلع حلو بده يفوت التلاجة طبعا قبل ما ازينه بدي امرجيهم اياه هلأ اريدي وحنينا عم بتكمل فيه بالضبط بياخد معانا تقريبا من سبع دقائق بس خلينا اكمل تزيين طب خليني اذكر المشاهدين انه سؤال حلقتنا لليوم بيحكي سكر الاسرة في بيجي منه احجام شو الاحجام اللي بيجي منها سكر الاسرة تقدر تتواصل معانا على الهو مباشر على الرقم 06-566-5555 او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشل طبعا انا صرحت هون دخلنا شو الحلو كثير بحب لما بالحلو انا بحس هيك عالمي انا هذا عالمي الحلو لا شوفي قدي منظرها طعمها كتير لذيذ البسكوت اعطاها قوام كتير بجنة نشوفه هلأ بالتزيين تطلع كتير حلو بس برضه كمان امتياز زي ما حكيتي بلشت قوامها يصير سميك بالضبط احنا هلأ منورجيهم اياها قبل ما نسكبها خلينا معانا اتصال خلينا شوفين معانا على هوا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعطيك العافية الله يعافي عمرك الله يشاعدكم يا رب كيف تشفكم ثياب اهلا يا دلع اول شي شو هل اسمي الحلو يحل ايامكم يا رب عن جد ما شو الله اسمي كتير حلو يا دلع الله يخليكم يا ربي هذا من زائكم ايش يا دلع شو رأيك بوصفاتنا لليوم الله يتجنن كتير حلوة انت دائما لوصفاتك ما شو الله عليه حبيبتي دلع انت اول مرة بتشاركينا صح؟ ايوا عشان اسمك مميز مميز عن جد انا من صيد حبيبتي يا دلع حبيبتي دلع حاب تشاركي معانا بسؤال حلقتنا لليوم اكذا يلا تفضلوا شو اجابتك حفي اكتر من حجم يجي منه الكلام يجي منه الكلام يجي منه الكلام لا انت تتكالي عن السكر الابيض ايه نحنا نحنا نعكي عن السكر البني نص كيلو كيلو نص كيلو كيلو say شكراً لأتصالك يا درع وإن شاء الله تكون إنتي من الربحين معنا أنمار يصير قوامه سمي أنمار رجيهم إليها دعنا نرى آه خلاص هيك صارت ممتازة تمام هلأ صار قوامها بالضبط زي المهلبية بدأت تطلع منها الفقاعات دعنا نرجيهم إليها أنا خفنت عشان يفور مثلا لا لا نرجيهم إليها هيثم هاي كيف قوامها شايف كيف قوامها صار زي المهلبية أوكي رح أخذها وأحطها بالقالب وبيدي أتركها لتصير بدرجة حرارة الغرفة بعدين متى تفوت على التلاجة ما رح تأخذ أكتر من ساعتين إذا عندكم مناسبة تكونوا تحضروها قبل بيوم ما في مشكلة في إجعائي دي متأكفي من حرقتي لا لا من الشسمة هون على الصحن الإمتياز أعمل الكريم كراميل فشوفوا قدي وصفي ميز أنا هلأ رح أتركها تأخذ درجة حرارة الغرفة بعدين رح نحطها بالتلاج قلت لكم بعد ساعتين رح تصير بهذا الشكل شوفوا كيف زينتها هلأ بالشوكولاتة بدل ما أحط الشوكولاتة جواتها بتقدروا أنا حطيت الشوكولاتة على الوجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر